النعاردة هنسبخ شعرنا بلون بني لامع تحفى بجد وهنحط مكون هيسبت معنا اللون مش مكون واحد مكونين هيسبتوا اللون وبجد هيفيدوا شعري جدا جدا اول ما بنيجي نسبخ شعرنا بيجي على بالنا كده سؤال او سؤالين اول سؤال بيكون ممكن ايه نوع السبغة اللي ما تضر الشعر والتاني سؤال هل اللون هيسبت هتديني لون كويس هتديني لون حال النهاردة هنعرف كل المعلومات دي وازاي اجهز شعري اني انا اسبخ شعري ويكون اللون ثابت علي ويداري حتى الشعر الابيض للي عنده شعر ابيض هنتعرف كمان على نوع سبغة لحد ما سعره كويس وكمان ان شاء الله هيكون اللون مضمون ومش هيكون لها ضرر على شعري او يعني اقل ضرر زي ما احنا متفقين ان كل انواع السبغة كيمويات وممكن ان هي تضر الشعر بس فيه كمان سبغات بحاجات طبيعية وحلوة او زي سبغة النهاردة مثلا هي حنة وحنة جولوري سعرها 30 جنيه تقريبا طبعا لازم نتفق اول حاجة ان جولوري كيس من علبة حوالي 12 كيس يعني فيه علبة فيها اكياس كتير اوي انا بشتري كيس مثلا منهم شعري قصير شعري اطول بشتري كسين شعري اطول اوي وتقيل بشتري تلاتة وهكذا يعني حسب الشعر مثلا فيه ابيض برضو بحتاج كسين من السبغة لو حتى شعري قصير وبيض لاني هعرفكم ان احنا ممكن نعملها على مرتين ازاي؟ يعني لو عندي مثلا شعر ابيض بازبغ الشعر وباملك جدور ودي بتبقى اول مرة للسبغة شعري بينشف وبغسله بعد كده معلش بعمل كيس تاني من عندي شعر ابيض بقى عندي كيس تاني بوزعه بقى تاني يوم مثلا بيكون شعري قصير غسل وتسبغ اصلا بس بأكد تاني على المناطق اللي فيها شعر ابيض ودي طريقة حلوة جدا مضمونة اه طيب اول ده شكل الكيس وبعد كده حنكمل برضو بقيت ارشاداتنا بيبقى فيها جلوري بيبقى فيها نشرة طبعا لطريقة الاستجدام واللي قلنا ده على فكرة مش موجود في النشرة دي بس في حاجات تانية هنقولها كمان مهمة جدا عشان تسبغي شعرك مش بس بجلوري دي باي سبغة انت بقى حسب امكانياتك السعر اللي انت عايزاه قوة التركيز بس انا بقولك على ارخص السبغة يعني 30 جنيه ممكن تجي بيها لو مضطرة عايزة تسبغي شعرك بحاجة سريعة مثلا عندك مناسبة او في حاجة تمام كده ده الكيس هنبتدي بقى ان احنا نقصه ونشوف السبغة او الحنة اللي ما بنسمينا حنة جلوري عشان كده بنقول ان هي اقل ضرر على الشعر حنة جلوري هنفضي الكيس نجيب بقى طبق كده ونفضي فيه محتويات الكيس اهو بالشكل ده دي الكمية عشان كده بقولكم ان لو شعرك اطول شوية بتستخدمي كسين ولو عندك شعر ابيض زي ما قلنا الطريقة الافضل برضو بتجيبي كسين او الكيس بتستخدمي بتوزعيه على شعرك على المناطق اللي فيها شعر ابيض تاني يوم ما بينشف شعرك بتوزعي الكده بتأكدي اللون وتقطية الشعر الابيض طريقة حلوة جدا ومضمونة هنستخدم النهاردة المكون كاركا دي وهنقول فيه مكون تاني برضو للتثبيت وكمان هيشيل قشرة الشعر والكاركا دي مفيد جدا يا جماعة لتثبيت اللون زي ما احنا كلنا عارفين الكاركا دي مفيد جدا جدا لبوسيلات الشعر يعني بتقلل كمان من ظهور الشعر الابيض اه بغلي معلقة كبيرة من الكاركا دي في كباية مية زي ما احنا شايفين كده او نص كباية مية كل مكان مركز كل مكان احسن واجب صفاية كده واخد جزء جزء يعني حوالي معلقتين من مية الكاركا دي انا ما استخدمتش اكتر من كده للكيس معلقتين كبار او حسب ما انت شايفة القوين يعني انا استخدمت في الاول هنا معلقتين حسيت اني لسه طبعا زي ما احنا شايفين فيها ناشف الحنة لسه فيها حتة بودرة ناشفة فاحتاج حوالي معلقة كمان اعملي حسابك ان احنا هنحط المكوم اللي بعد كده برضو سايل فاعملي حسابك في القوين اهو بس كان مش عايزة اكتر من كده هقلبها بقى كويس وعجنها بالكاركا دي بعد ما تعجني الحنة سيبيها او السبغة دي او طبعا السبغة ما بتستبش بس دي عشان هما مسمينا حنة مكتوبة على الكيس كده حنة جلولي فانا هسيبها حوالي نص ساعة من نص ساعة لساعة لو وراكي حاجة اعمليها بتكون طبعا اكتر سبات على الشعر تمام كده تاني مكون هو الخل الخل العادي هو اللي هو بنستخدمه في المبق الخل الابيض العادي تمام كده بتحطي حوالي معلقة كبيرة من الخل طبعا الكيس مش كبير فهنحتاج له معلقة بس من الخل زي ما احنا شايفين كده طب ليه الخل يا اماني ماهو الخل دي حبيبتي هيساعد برضو على تثبيت اللون وكمان هيساعد على لو فيه اشرة في شعرك هتشال ما تقلقيش الناس اللي بتشتكي من الاشرة واللي ما بتشتكيش هيزيادة نظافة للشعر تمام كده اما الكركديه بينعم الشعر بيسبت برضو معي اللون بصراحة المكونين دول يا جماعة والطريقة بتاعت النهاردة ما تتفوتش ان شاء الله جربوها ودعوه لي زي ما احنا شايفين كده القوام تحفة جدا بيلمع قوي بسبب اضافة الكركديه والخل بيخليلي الحنة بجد جميل طب ازاي اماني هستعد بقى بشعري شعرك يكون ناشف مفوش ميا انا ما بسبقش الشعر على شعر مبلول ما انفعش ما حطش سبغة على شعر مبلول تاني حاجة يكون شعرك خالي من الزيوت والدهانات والكريمات بتفرق شعرك وزاي ما قلنا بتبدأي بالشعر الأبيض غرق الدنيا وغرق المكان اللي فيه شعر أبيض جدا وابتدي بعد كده تاني يوم لما ينشف وتخسلي شعرك اعملي كيس تاني للشعر بقى كله مع بعض وبرده زيادة تأكيد وزيادة امان لتثبيت اللون تمام كده اظن الطريقة دي تحفى بجد الكيسة وشكله يا جماعة موجود فيني اماني في الصيدليات وفي محلات التجميل جلوري مشهورة جدا تمام كده وسعرها كويس زي ما قلنا في اول الفيديو دلوقتي خلاص وزعنا السبغة بتشتفيها عادي خالص بمية كمان عايزة تستخدمي شامبو استخدمي شامبو مفيش اي مشكلة ما بيقصرش على الون السبغة احنا سبتناه وفي امان خالص من السبغة تمام كده يبقى الاضافات بتاعت النهار ده حلوة جدا ان شاء الله تجربوها قولولي اي نوع سبغة عايزين نعمله مع بعض اكتبولي المركة بتاعتها وان شاء الله نعمل طريقتها طريقة السبغة بتاعت النهار ده سهلة جدا انا استخدمت مية كركديه هتسبت وقت نعم الشعر ومفيد جدا لبصيلات الشعر ما بتخليش الشعر الابيض كتير وعرفنا الطريقة وكمان السبغة بتاعت النهار ده لو اعوزين اي سبغة تانية اي نوع تاني غير اللي عملناها النهار ده قولولي في التعليقات اكتبوها لي وصلوا على النبي ما تنسوش اللايك ومشاركة الفيديو عشان يوصل لناس كتير بجد بيبقوا محتاجين جدا ان هما يعرفوا طريقة ازاي تعاملوا مع السبغة علشان كتير بيشتكي اني ما بتغطيش الشعر الابيض واني كمان السبغة مش بتديهم لون موردي ان شاء الله تديك اللون اللي انت عاوزين عملنا النهار ده اللون البني الجميل اللي كتير منكم بيطلبوه منه لو في اي سؤال برضو في تعليقات اي حاجة ننسيت اقولها سألوني وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام